حتى أبدأ أبو عبدالله قولي يا عبدالله أنت نزلت في مباراة الأهلي خدت وقت كبير جدا وكتأول مباراة قمة تلعبها الضغط مش طبيعي اتعاملت مع الضغط ده إزاي وأول ما نزلت حسيت الدنيا عاملة زاي لا هو أنا جهزت نفسي من قبلها بكتير أوي بصراحة لمطش الأهلي ده عشان يعني أكون نازل جهز مية في المية ما يعني ما كنتش نازل متوتر خايف مش عارف ألعب الكلام ده كله طبعا يعني طول الأسبوع اللي قبل مطش الأهلي كله أنا يعني بجهز نفسي اللي هو زهني يعني يعني بجهز مخي لأن أنا هلعب خلاص أنا هبدأ ألعب مطش أهلي وزمالك ديربي فالموضوع طبعا هو مش سهل خالص على أني واحد جاي يعني من برضو من طيران للزمالك نادي كبير زي الزمالك بينافس على الدولة جماهيري بينافس على كل البطولات ونادي جماهيري أنت بقى يعني بتنزل مش عايز آه يعني بتحول على قد ما تقدر تقلل الغلطات وتركز في المطش فأنا كنت يعني مركز جدا الأسبوع ده وحتى يعني في النوم في الأكل الكلام ده كله حاطت يعني أنا أنا بتفايل بالحاجات دي على النفسي قبل قبل أي مطش يعني النوم كويس الأكل كويس الكلام ده كله أنا مزبطه بحيثت أنا هنزل ألعب كويس يعني فزبطت نفسي للموضوع ده ونزلت الحمد لله يعني ما كنتش خايف خالص صراحة يعني أنا مش عالش إزاي حاجة من عند ربنا كده أنا نزلت مش الآن ولا خايف خالص مطش ده حتى أول كرة خدتها أنا رحت شطها وهي ضاعت لكن بعد كده الكرة اللي بعدها شطها والحمد لله كان في توفيق يعني جات جون فكنت مجهز نفسي لقابليها أنا والحمد لله ربنا كرام في لعيبة عندهم جرأة تخوفك جرأة بتبقى يعني إيه ما هي الجرأة سلاحظوا حدين يا إما جرأة تلبسنا في الحيط يا إما جرأة بتبقى كويس إنت عندك جرأة فيها فيها هدوء وثبات وتوازن كده فما بتعملش مشاكل فده يعني أنا بشوف أنه دي شخصية نجمة أو بطل إن شاء الله في المستقبل فكان الموضوع ده عجبني بصراحة يعني ده على رأي كابتن ماتحة شلبي دي وقت نظر التي لقي ملاها على رات نقع لكن فعلا عندك جرأة جرأة موزونة يعني ما فيهاش تصرفات يعني تعمل سلبيات أو تأثر على نتيجة المباراة فده بيبقى مطلوب جدا جدا ودايما المباراة القمة بتكون أنا بشوف أنها مولد نجم يعني أنا بشوف أن ما شاء الله أنت وأحمد سامح وعبدالغني زياد حشاد مش عايزة أقول أسماء وأنسى أسماء المباراة اللي فاتت والمباراة اللي جاية هتكون مولد نجم أنتوا هتظهروا فيها أكتر هتدانوا أكتر فيها المباراة اللي جاية لأن دايما النجوم بيظهروا من خلال المباراة القمة